ما شاء الله هذه إجابة شافية كافية طيب ومن هنا لكن يا أستاذنا الكريم سيتبادر إلى أذهان طلابنا سؤال في غاية الأهمية وهو شائع في الحقيقة ألا وهو كيف أستطيع أن أفكر باللغة العربية أو اللغة المستهدفة وأنا أصلا ضعيف في هذه اللغة أو ليس لدي كم كبير من المفردات نعم طيب في الحقيقة هذا هو هدفنا هذا هو هدفنا يعني لو كان الطالب مبتدئا لو كان الطالب مبتدئا يا أخانا الكريم فهو لديه حصيلة ضعيفة من اللغويات لديه حصيلة ضعيفة من اللغويات هدفنا أن نثبت ونؤكد هذه اللغويات إذن عندما يفكر هذا الطالب ويعمل عقله في استعمال هذه اللغويات القليلة في مكانها المناسب هذا سيكون ممتازا هذا سيكون ممتازا إذن هدفي ليس أن يبدأ الطالب كلامه مباشرة كما يتكلم بلغته الأم وهي اللغة الإندونيسية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو أيا كانت لا أنا هدفي أن يتكلم باللغة العربية بالكم القليل الذي لديه من المفردات إذن سيكون كلامه في البداية قليلا أو في جمل بسيطة وفقرات قصيرة هذا ممتاز لكنه سيؤكد هذه المفردات ولن ينسها بسهولة لأنه أعمل عقله وبذل جهدا في التفكير في المستقبل إن شاء الله سيدرس شيئا فشيئا وسيزيد هذا الكم من اللغويات شيئا فشيئا فبالتالي كلامه سيزيد شيئا فشيئا أحسن الله إليكم أستاذنا عرب بودكاست تكلل العربية